سعيا لنشأة قرآنية صالحة استطاعت روضة أحباب الكفير القرآنية التي تعد أحد أهم مشاريع معهد القرآن الكريم النسوي في العتبة العباسية المقدسة أن تفيد أكثر من 400 برع من قرآني سنوي خلال مسيرتها التي ابتدأتها منذ عام 2014 وما زالت متواصلة بهذا النشاط الهادف إلى غرس مفاهيم الثقافة والتربية الدينية في نفوس الفتيات منذ الصغر الروضة خاصة بالبنات كرسالة من معهد القرآن الكريم النسوي أنه يستقبل البنت من سن صغير في مرحلة الرياض إلى أن توصل مراحل جامعية أو أعلى حتى لو كانت كبيرة في السن هذه رسالتنا في الروضة لذلك الروضة خاصة في البنات فقط ما نستقبل بها الأولاد عادة كبقية الروضات التي تجمع الخبرة اللغوية والخبرة العددية وأكيد الأخلاقية والحياتية لكن الأساس في روضة أحباب الكثير باعتبارها روضة قرآنية كون نتابع للمعهد القرآن الكريم النسوي أساسها قرآني فأكثر شيء بالنسبة لدروس التي تعطى للأطفال الموجودين في الروضة هي الدروس القرآنية إضافة إلى برامج الألعاب التي هي الألعاب تسلية وألعاب فكرية الروضة تستقبل التلميذات بأعمار ثلاث وأربع وخمس سنوات وهي روضة قرآنية متخصصة للبنات فقط وإن المنهج التعليمي والتربوي المتبع الذي يشرف عليه كادر متخصص يكون متلائما مع الفئات العمرية فضلا عن تعزيز المهارات لتعلم اللغة العربية والإنجليزية وأساسيات مادة الرياضيات إضافة إلى التربية الأخلاقية والأناشيد الدينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر